ننتقل إلى ملف آخر الملف الديني ويقال أن الملكة عقيم ورد في الأخبار أن هارون الرشيد التقط ولده من تلبيبه مخاطبا إياه لو نازعتني في الملك لنت زعته الذي بين جانبك دكتور من هنا نسأل هل هذه قاعدة عامة بين البشر أم هي حالة خاصة تخص بعض الطغاط لا 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 أصلا الكرسي عد رجال الدين أزيد من كرسي الملك الملك يضحبه لابنه ممكن بس رجل الدين إذا قلت لها فلان أعلم منك يقل له بالدنيا هو كل شيء ما يفتهم هاي البلاء المبرم لو كان رجل الدين يضع أنه فلان يعلم أنه أعلم منه ويقل له جدا من العالم أنت أعلم مني يصل إلى درجة النبوة ولكن لا يمكن أبدا ولذلك حتى قبور ما تلقيلهم ممر الزمن يندثرون اسما وكتابا وصوتا كل شيء يندثر من عنده بس يموت بعد ما حدي ذكره لأن كان محبا للدنيا فيقول له لا رحوي الدنيا الدنيا تنسى الواحد بس الآخرة لن تنسى برك الله بكم دكتور في كل عصر هناك طاغية وهناك مقهورون ومظلمون وفي كل عصر تتجدد المعاناة والمأساة ولم يتعلم الناس من الدروس والعبر من أئمتهم بكيفية مواجهة الظلم يعني أما آلنا للناس أن يستفيقوا من صباتهم دكتور؟ أي يستفيق مسؤولاتهم؟ هذه أسئلة ما بتسأل يا ماري هذه الناس لن تستفيق لأن ما عتها دين لأن تركت العمر ذبها برأس عالم مطلع منها سالم هذه الكذبة المرعبة العالم إذا أصاب بحسنتين وإذا أخطأ بحسن الله أكبر يخطأ شنو يخطأ؟ هذا الله من يعمل مثقال ذرة حتى على القرآن تشذبون من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى حتى على الله تكذبون سوو لكم كيان يا دولة من العباس تغلغلت بينا وبعقولنا دمرتونا دمار مرعب دمار مرعب ولذلك بنتي أنا حجيت قلت المستبد يسلط عليه مستبد والآن الناس مستبدة لابد أن يسلط عليها مستبد بارك الله بكم دكتور سنحن ناخد اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضله